اه طيب اه عندنا برضو اه عندنا النهاردة زي ما حضراتكم عارفين او زي ما انا بتكلم معاكو دايما تصريحات لعبة كايزر تشيفز انا انا بصراحة من امبارح ومن اول امبارح ساعة ما اشتغلنا من يوم لحد لغاية النهاردة كل يوم بقرأ تصريحات وكل يوم بخش على الموقع الرسمي ليه وعشان نشوف هما بيقولوا ايه بيتكلموا ازاي بيفكروا ازاي بنحاول دايما نوصل لحضراتكم كيف يفكر فريق كايزر تشيفز في هذه المباراة حتى من الناحية الاعلامية لانه خدوا بالحضراتكم النواحي الاعلامية دي بيبقى فيها حروب نفسية هو بيرميلك حاجة وبعدين ياخد من الناحية التانية حد تاني يقول حاجة تانية وهكذا هذه هي كرة القدم مقبول فيها هذه الحروب النفسية كل اللي احنا شايفينه ان هما الحقيقة تصريحاتهم متوازنة جدا وفي نفس الوقت هما مركزين جدا ازاي اكسبوا النادي الاهلي هما ما بيفكروش في اي حاجة خدوا بالحضراتكم على كل مواقع التواصل الاجتماعي في جنوب افريقيا للمتابع يعني احنا دايما بنحاول نتابع عفوا ايه اللي بيحصل في جنوب افريقيا بنخش على صفحاتهم بنخش على مشجعينهم نشوف بيكلموا فيه وبيقولوا ايه عندهم استعدادات كبيرة جدا 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 علشان كايزر تشيفز المشجعين نادي كايزر تشيفز بيعملوا استعدادات غير طبعية بيعملوا مسندة ودعم طبعا ما يجوش نص دعم جمهوري النادي الاهلي اللي عبتوا ولكن من حقهم ان هما يسندوا فريقهم من حقهم ان هما يدعموا فريقهم كايزر تشيفز وبالتالي انت حضرتك لما تيجي تشوف اللي بيخش يعني على صفحات في جنوب افريقيا هيعرف ان هما عاملين زخم على هذه المباراة بشكل كبير جدا وبيوصلوا للعيبة الرسائل اللي هم عايزين يوصلوها من خلال رسائل فيديوهات ورسائل على السوشال ميديا في جنوب افريقيا وعلى صفحات اللاعبين بيبعتولهم دايما وبيقولولهم احنا معاكم ربنا يا كريم كنتوا يعني عاملين ماتشات كويسة وان شاء الله هتكسبوا الماتش اللي هما بيقولوش يعني هتكسبوا الماتش اللي جاي والكلام ده كله فبالتالي مسندة ودعمه جمهوري النادي الاهلي ظهر امبارح واول امبارح بيظهر دائما ولكن ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي زي ما شفته امبارح والنهاردة واعتقد بكرة وبعده لغاية يوم السبت هتلاقي جمهوري النادي الاهلي مسيطر على كل الترندات اللي موجودة اكيد 100% من غير ما بص انا لسه ما بصتش النهاردة ولكن انا متأكد ان جمهوري النادي الاهلي لانه انا في الاخر كلاعيب بفتح التليفون وبشوف بشوف جمهور النادي الاهلي واقف معايا ولا لا بشوف جمهور النادي الاهلي هو متأكد ان هو واقف معايا ولكن انا عايز احس بالاحساس ده هحسه ازاي وانا ما فيش جمهوري في الملعب وخصوصا انا دي تقريبا التجربة الاولى لان احنا نلعب مباراة واحدة وتبقى خارج مصر السنة اللي فاتت كانت اهلي وزمالك كانت في القاهرة وبالتالي كنا عارفين ايه اللي بيحصل والدنيا ماشية ازاي في المغرب عشان كده انا بسأل دايما ايه اللي بيحصل في المغرب هل الناس مهتمة بالمباراة خصوصا ان طرفها فريق من جروب افريقيا والنادي الاهلي وبالتالي ما فيش طرف مغربي في هذا الموضوع ولكن الصحافة المغربية عاملة شغل كبير جدا على هذه المباراة لانهم هم اللي بينظموها وبالتالي برضو الموضوع اصبح مش اي حد ينظم المباراة النهائية الحقيقة السنة اللي فاتت مصر السنة دي المغرب السنوات القادمة هتبقى دول تانية فانا بقول لحضراتكم المسندة والدعم واجبة جدا 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 خلال هذه الفترة وربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله يوم السبت القادم مش عايزين نضغط كتير على اللاعبين ولكن عندهم خبرات كبيرة تسمح لهم ان هم يعدوا ان شاء الله تلات اربعة ايام او لغاية يوم السبت القادم